موسيقى السيدة زينب تشكل مثل ونموذج لطبيعة مصر الحقيقية يعني اللي هي فيها الطبقة المتوسطة والطبقة الأقل من المتوسطة فيها السمات الأساسية بتاعت الإنسان المصري الكريم اللي هو بيساعد الآخر فيها العبق بتاعت التاريخ سواء الإسلامي أو مصر القديمة كل ده يشكل يعني عوامل مهمة جدا في عوامل التكوين الثقافي للأشخاص يعني في الأوقات اللي احنا مكونش فيها موتمين بالشؤون الأسرية الخاصة بيننا وإخواتنا وبالدتي ومش عارف إيه بيبقى اللقاءاتنا بيبقى فيها خلطة من كل حاجة خلطة عن الفن خلطة عن المزيكة وعن العلم يعني أم عندهم شغف كبير مجموعة أصدقائنا لما بنتقبل بنقض لتكلم كتير في العلم والفلسفة بتاعت العلم بنتكلم في الفن بنتكلم في كل حاجة يعني زي المصريين بصفة عامة يعني إنما طبعا بيبقى فيه يعني خلطة جميلة من كل حاجات ساعات بيبقى فيه غنى ويبقى فيه يعني حديث عن التاريخ الفن وبرضى نفس حكاية عن العلم يعني 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 أفعل من جانب حدث عامة ميور ثنية قنبل يعني يعني أنا شاءت طبعا أنا شاءت طبعا يعني يعني والدي كان حسه جميل قوي وعندنا مواهب في العيلة أحمد طبعا مواهبة أنا شايف إنها مواهبة فزة يعني وعمر يعني برضو حد من الناس التقال جدا كممثل يعني وأعتقد إنه هو بحكم التفاعل مع الإخوة وكده يعني عندي طبعا شغف عموما أنا بحب الفن عموما حتى من قبل ما أمه يدخلوا في المجال ده وهتم بمشاهدة السينما مهتم بسماع الموسيقى سواء الكلاسيكية أو الموسيقى المصرية فده جزء من البونة بتاع الواحد يعني أي نوم أقرب ليه مش عاطفيا بس فكر مينه لا أمه يعني شوفي ما فيش ما فيش يعني زي ما تقولي علامة مميزة تقدر تحطيها لأي بشر أو أي إنسان يعني ممكن يعني إنسان يتطور مع الوقت حياة فكره يتغير وهكذا فأنا يعني الاتنين بالنسبة لي حبة القلب يعني أم الاتنين بالنسبة لي يعني حاجة من الحاليات اللي نعلم لربنا إدها للواحد يعني وبالتالي ما فيش سكرة إن في حد فيهم أقرب للتاني يعني حتى مساحة الخوار تبادل أفكار موجودة موجودة مع الاتنين يعني وأنا عايز أقول لحضرتك إنه هو أنا بستمتع بيهم جداً وبستمتع بالكلام معهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر